العلماء حتى تأخذ منهم لا ينفع أن تجعلهم تحت الضغط أنت تنفر العلماء منك كل عالم له مفتاح ومدخل انتبه وذكرت لكم عندما جاء الشيخ خالد العنبري المصري وهو أستاذ وخصوصا في مساء الإيمان والكفر ومساء الخروج على الحكام قال لي شيخنا علي الحلبي فسألني قال كيف أدخل على الشيخ الألباني يعني كيف أستفيد من علمه يعني هو أذن لنا بالمقابلة فكيف أدخل على الشيخ شو مفتاحه شو ما أدخله فقال مفتاحه أن لا تتحداه أن لا يشعر أنك أمامك أنك خصم جاي تناقشه وتبرهله وترد عليه لا تتحداه الشيخ الألباني وقديته شو ماله بيقلب بيعتبرك خصم الآن مش جاي تستفيد جاي تناقش ودام جاي تناقش تح تفضل وقع تشوفك أجلس أمامي حتى أناقشك لا الشيخ الألباني خلص مدخله ألا تشعره أبدا أنك في تحدي معه ولا في نقاش وإنما جئت لتتعلم وتناقش الشيخ الألباني كان يحب النقاش تناقش لكي تتعلم وليس لكي ترد فقال جزاك الله خيرا فجلس الأستاذ خالد العنبري مجالس عدة مع شيخنا الألباني وسأله أسئلة كثيرا في مساء الإيمان والكفر واستفدنا نحن أيضا بالأشرطة واستفاد الجميع وهو أول المستفيدين الأستاذ خالد العنبري فبالتالي كل عالم له مدخل اعرف كيف تدخله بش ما هي الأمور بش كل المشايخ واحد بش كل العلماء واحد كل واحد وهو مع ذلك التوفيق من الله وهي أرزق أن ترزق أن توفق لمجالسة عالم أو أن عالم يزورك أو أن تزور عالم أو أن يحدث بينكما يعني فوائد دقيقة وخفية طيب طيب